اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة تعليم برنامج اكسز تعلمنا بداية استخدام الفورم في المحاضرة السابقة ورح نتعلم مهارات اوسع واجمل في هذه المحاضرة طيب في البداية هذه الاستمارة حتى نحولها الى استمارة حقيقية تنبثق بنافذة منبثقة تعطي ايحاء اكثر بانها استمارة اليكترونية طبعا حتى نعمل هالشي نضغط كليك ايمن على الاستمارة ونجي الى طريقة عرض التصميم جيد طبعا هذه هي الاستمارة اللي احنا جاي نشتغل عليها في البداية اضغط كليك ايمن وخصائص النموذج جيد اجي الى غير ذلك اجي الى غير ذلك او اذر اذا كان عني انجليش وهنا نعدي منبثق لا رح اختار نعم النعم رح تحول لي الاستمارة الى استمارة منبثقة فاجي هنا اضغط كليك ايمن حفظ وكليك ايمن وطريقة عرض النموذج رح لحظ ان الاستمارة رح تخرج لي بشكل منبثق وجميل يطيني ايحاء انه استمارة حقيقية جيد رح اخرج هذه الاستمارة وطبعا افتح هذه الاستمارة بطريقة عرض التصميم طيب في البداية رح نضيف عنوان طبعا رح نكبر الفورم بهذه الطريقة طبعا رح نزل البيانات الى الاسفل ورح اضيف عنوان اهنانه طبعا من تصميم رح ادي هنا حرف الاي اللي هو الليبل رح اضيف هذا العنوان طبعا رح اكتب هنا معلومات الطالب الاساسية جيد طبعا حتى انسق البيانات رح اجي اضغط كليك اهنانه ومن الصفحة الرئيسية رح اختار مثلا الفونت بولد ممكن مثلا اختار فونت اه جميل للطائحة مثلا بالحداثة مثلا ممكن الجزيرة بولد وممكن اختار حجم ممكن اقل اربعة وعشرين اه ممكن اثمنتعش مناسب جيد ممكن نختار فونت اسود لا بس في هذه المنطقة رح اضيف ازرار طيب شنه هاي الازرار رح اجي على تصميم ورح اختار هنانا هذا الخيار اللي هو زر او بوتوم وطبعا رح اضيف هنانا الزر هذا الزر فاته هو اقدر من خلاله اضيف بيانات جديدة او من خلاله اقدر احذف هذه البيانات او اعدل هذه البيانات او احفظ الجدول طبعا من خلال هذه الازرار رح اقدر اتعامل ويا الاستمارة وكأنما برنامج وليس جدول رح تبطيني ايها اجمل واسهل طيب بعد ما رسمت الزر رح اجي هنانا عمليات السجلات وراح اختار مثلا اضافة سجل جديد التالي وراح اكتب هنا اضافة طالب ومن ثم اضغط على انهاء وراح اجي اضيف زر اخر اخلي بهذه المنطقة عمليات السجلات وراح اختار هنانا حذف السجل وراح اسمي حذف بيانات الطالب انهاء طبعا وراح اضيف زر جديد بهذه المنطقة وراح اختار التالي طبعا رح اختار حفظ سجل التالي وراح اكتب هنا هنا حفظ البيانات البيانات وانهاء طبعا رح اضيف زر اخير وطبعا هذا الزر رح يكون للطباع عمليات السجلات وراح اختار طباعة السجل التالي وراح اختار طباعة البيانات ومن ثم انهاء طبعا اقدر هذه البيانات رح اخليهم بهذه المنطقة وراح احدد هذه البيانات ومن ترتيب الحجم وراح اختار مساواة افقي هذه وراح يتم المساواة جيد الان الان ممكن نغير الالوان يعني مثلا عدنا هنا اضافة طالب ممكن من الصفحة الرئيسية ممكن نختار الاضافة اللي هي اللون الاخضر ممكن يكون اخضر فاتح والحذف ممكن يكون باللون الاحمر مثلا ممكن يكون احمر افتح والحفظ ممكن باللون الازرق ممكن يبقى نفسه او البنفسجي باعتبار انه دائما يرمز للحفظ البنفسجي والطباعة ممكن اللون الرصاصي او الرمادي هذا الان رح احفظ هذه البيانات حفظ ورح اعرض النموذج اذا لاحظ هذا هو النموذج جيد اذا اريد اضيف طالب اجي اضغط هنا اضافة طالب ورح اكتب هنا اسم الطالب مثلا محمد 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 علي الصف مثلا الرابع اعدادي الشعبة مثلا جيم المواليد مثلا واحد واحد الفين محل السكن كربلا بريد البيانات ثم راح احفظ البيانات واخرج اتأكد هل البيانات تم حذفها ام لا اجي الى المعلومات الاساسية راح لاحظ انه تم حذف البيانات ممتاز طبعا وهكذا نقدر نصنع نموذج للطلاب ونموذج للفحص الطبي بنفس الطريقة طبعا هذه اهم المهارات الخاصة بالنماذج وان شاء الله راح نتوسع اكثر ونتبحر بالمحاضرات القادمة واجب هذه المحاضرة هو عمل نموذج مشابه لهذا النموذج ايضا منبثق واضافة الازرار بنفس الالوان نلتقيكم في محاضرة قادمة باذنه تعالى